السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا كتاب تواصل الفصل الدراسي الثاني رياض أطفال مستوى ثاني هنبتح مع بعض على صفحة 57 عندنا تدريب اسمه لاحظ وتعلم النصاط واحد يقول لي كون كلمات عندنا مجموعة من الصور وتحت كل صورة في مجموعة من الحروف هنكون بيهم كلمة هنا عندي رسمة سهم رسمة سهم هنحاول نستهجع ونكتب كلمة سهم سهم تبدأ بحرف السين هنستضع على الحرف اللي هناخده ونكتبه في أول الكلام سهم سا سين في أول الكلام سه ه يبقى حرف اله تاني حرف هناخده حرف اله هنشتب على حرف اله ونكتبه في منتصف الكلام حرف اله سهم آخر حرف معنا حرف الميم نطقنا حرف الميم هنشتب على حرف الميم وناخدها حنكتبها معنا يبقى كده كتبنا كلمة سهم تاني صورة معنا صورة عين عين تبدأ بحرف العين هناخد حرف العين وحناخده طبعا هنكتبه في منتصف الكلام عي 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 تاني حرف حرف الياء نطقنا حرف الياء هناخدها وحنكتبها طبعا في منتصف الكلام عي ن ن آخر حرف نطقنا حرف النون هنشتب على حرف النون وناخده نكتبه آخر حرف كده كتبنا كلمة عين الصورة الثالثة معنا صورة كعب 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 تبدأ بحرف الكاف كاف كعب هنشتب على حرف الكاف وحناخدها نكتبها في أول الكلام كع تاني حرف نطقنا حرف العين هنشتب على حرف العين وناخده برضو نكتبه في نصف الكلام كعب ب ب نطقنا حرف الباء يبقى آخر حرف معنا حرف الباء هنشتب عليه وناخده نكتبه آخر حرف آخر صورة معنا صورة صمغ 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 يبدأ بحرف الصاد هنشتب على حرف الصاد وحناخد الصاد نكتبها أول حرف معنا في أول الكلام وننساش السنة بتاعة الصاد صم م نطقنا حرف الميم هنشتب على حرف الميم وناخدها نكتبها تاني حرف معنا صمغ نطقنا حرف الغين هنشتب على الغين وناخدها نكتبها آخر حرف كده كتبنا كلمة صمغ نشاط اثنين بيقول لي صل كما في المثال عندي مجموعة من الصور وتحتيها مجموعة من الكلمات وحنوصل كل صورة بالكلمة بتاعتها أو الحاجة المرتبطة بيها أول صورة هما عملنا صورة رمح أو سهم هما وصلوها بكلمة سهم هنقرأ مع بعض الكلمات ووصل كل صورة بالكلمة المناسبة لها أو المرتبطة بيها أول كلمة نستهجة يلا ياولاد نستهجة مع بعض صورة كلمة ملك مالك ملك ملك طيب ملك مرتبط بأنه صورة من اللي فوق معنا في عندي صورة بحر وصورة قصر وصورة شجر أو أشجار وآخر صورة صورة دجاجة ملك مرتبط بكلمة قصر قصر لأن الملك بيعيش في القصر هنوصل كلمة ملك بالقصر الكلمة اللي بعد كده هي كلمة سمك نستهجة مع بعض سامك سمك سمك مرتبط بإيه؟ بإيه يلا نفكر مع بعض بصورة بحر لأن السمك بيعيش في البحر الكلمة اللي بعد كده هي كلمة بايد بايد إحنا بنأخذ البيض منين؟ كلنا عارفين بنأخذ البيض من الدجاجة يلا نوصل مع بعض كلمة بايد بدجاجة آخر كلمة معينا كلمة خشب خشب إحنا بنأخذ الخشب يا أولاد منين؟ من جزع الشجرة يبقى حوصل كلمة خشب بالشجر نشاط ثلاثة اقرأ ثم أرسم أول جملة معنا بتقول الدب في الكهف نستهجم مع بعض الدب في الكهف هنرسم يا أولاد دب وبيعيش في الكهف كل واحد طبعاً هيرسم ويعبر بأسلوبه هنرسم دب وبيعيش في الكهف الجملة اللي بعد كده زيل القط أصفر زيل القط أصفر هنرسم قط وزيله لونه أصفر الجملة اللي بعد كده بتقول البلح على النخل البلح على النخل كلمة على ممكن حد يقول لي ليه نطقناها يا ميس ألف وهي مكتوبة ياء لأن دي أولاد اسمها ألف لينة هي بتنطق ياء وتكتب بتنطق ألف تنطق ألف وتكتب ياء وحناخدها طبعاً في جونيرون فأنا بكتبها ياء لكن منطقها ألف البلح على النخل هنرسم نخل هنرسم نخل وبيوجد عليه إيه بلح نقلب مع بعض الصفحة صفحة 58 نشاط رقم 4 بيقول لي اختر عندي مجموعة من الصور تحت كل صورة في حرفين هنختار الحرف المناسب أول صورة معنا صورة زراع 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 احنا كلنا عارفين بيبدأ بحرف إيه الزال ولا الزاق طبعاً حرف الزال خذنا مع بعض زي زراع زي زراع في فرق طبعاً يا ولاد ما بين الزال والزاق الزاق بتبقى مفخمة يعني بنطقها بتبقى غليظة كده شوية لكن الزال رقيقة أو يعني بنطقها خفيفة شوية فبقول زي زراع هنعمل دايرة على حرف الزال تاني صورة معنا صورة ظل ظل عندي ولد والظل بتاعه ظل يبدأ بحرف الزال ولا الزاق بقول ظل ظل بحرف الزاق زي ظل تالت صورة معنا صورة زفر 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 يبدأ بحرف إيه زو زفر زفر بحرف الزاق عليه ضمه يبقى زو زفر الصورة البعض كده زوبابة 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 تبدأ بحرف الزال عليها ضمه بقول زو زو زوبابة نعمل سيركل على حرف الزال الصورة البعض كده صورة قلب قلب بردو بردو في فرق ما بين القاف والكاف القاف يا ولاد بتبقى قاف مفخمة لكن الكاف بتبقى رقيقة والقاف بتطلع من الحنجرة يعني جاية من الحنجرة بقول قا 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 قلب يبقى يبقى هختار حرف القاف عليها فتحة قا قلب الصورة البعض كده كلب كلب بقول كا 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 كلب يبقى حرف الكاف عليه فتحة كا كلب الصورة البعض كده معايا سورة كرسي أو كرسي كرسي كو كو كرسي 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 الكاف طبعا علي ضم كو كرسي اخر صورة معانا سورة قيطار قيطار بحرف القاف ولا كاف هنفكر مع بعض قي قيطار قي قيطار يبقى حرف القاف كلنا هنختار حرف القاف تحتيها قسرة قي قيطار نشاط خمسة بيقول لي اقرأ ثم لون هنرى الجملة بتاعتي وحنلون الصورة اللي موجودة اول جملة بتقول لون ايه دوت يا ولاد ها الفقر لون الفقر اسود لون الفقر اسود هنلون كلنا صورة الفقر باللون الاسود تحتيها بيقول لي لون الموز اصفر لون الموز اصفر كلنا هنلون الموز باللون الاسود الجملة اللي بعد كده بتقول لي لون الضفضة اخضر لون الضفضة اخضر هلون الضفضة باللون الاخضر اخر جملة معايا بتقول لون الفراولة احمر لون الفراولة احمر هلون الفراولة باللون الاحمر نشاط 6 بيقول لي اكتب الكلمات التي رأيتها عندي هنا مجموعة من الصور وحكتب كل صورة انا شفتها اول حاجة عندي صورة ايه ده ياولاد ده غصن الشجرة هكتب ايه كلمة غصن يلا نستهجم مع بعض ونكتب غو غو يبقى غين حكتب غين في اول الكلام عليها ضمة غص س س يبقى حرف الصاد انا نطقت حرف الصاد يبقى حكتب حرف الصاد في منتصف الكلام غصن يبقى حرف النون اخر حرف النون غصن الصورة اللي بعد كده عندي صورة كأس 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 يبدأ بحرف ايه كا 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 يبقى حرف الكاف حكتب حرف الكاف في اول الكلام كا عليها فتحة كأ يبقى حرف الالف حرف الالف عليها همدة كأس اخر حرف معنا سين نطقت السين يبقى بكتب حرف السين كأس الصورة اللي بعد كده عندي صورة يد يد هكتب حرف الياء اللي هي طبق وتحتيها نقطتين ياء عليها فتحة يد نطقت حرف الال يبقى بكتبه يد آخر صورة معايا صورة ظهر 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 يبدأ بحرف ايه ظ ظ ظ حرف الظ بكتب حرف الظ عندها نقطة ما ننساش النقطة وعليها فتحة ظ ه ه ه حرف اله في منتصف الكلام ظ ه ر ر ر حرف الر يبقى كده كلمة ظهر يبقى احنا كتبنا غصن كأس يد ظهر شكرا وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا وإلى لقاء آخر